موسيقى انفجار خزان نفطي سابع في ميناء الحديدة بعد اسبوع من غيرات العدوان الاسرائيلي على الميناء سانت كون تعلن تدمير ستة مسيرات حوثية وثلاثة زوارق مفخخة في البحر الأحمد العدوان الاسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الثالثة كانت هذه العناوية منها إلى التفاصيل انفجر خزان نفطي سابع في ميناء الحديدة وذلك بعد نحو اسبوع من العدوان الاسرائيلي على ميناء الحديدة مصدر محلية قالت إن الخزان النفطي رقم 38 المتواجد في منشآة تخزين النفط بميناء الحديدة انفجر وتصاعدت منه السنة اللهب ويأتي ذلك بعد يومين من أعلان الميليشيا السيطرة على الحرائق الناجمة عن غيرات الاحتلال الاسرائيلية التي استهدفت خزانة النفط في ميناء الحديدة ورأس كثيب السبت الماضي سارعت ميليشيا الحوثي إلى صرف كمية كبيرة من الغاز المنزلي على أتباعها في مختلف مناطق سطوتها من مخصصات هيئة زكاة في وقت يعاني فيها السكان من أزمة غاز خانقة مفتعلة في الأسواق الرسمية ينعدم الغاز في الأسواق الرسمية بمناطق السطوة الحوثية ويظهر في الأسواق السوداء بأسعار خيالية ميليشيا الحوثي خصصت ملايين الريالات لتوزيع الصوانات الغاز على أتباعها دون غيرهم من السكان الذين يواجهون الصعوبات في توفير الحد الأدنى من القوت الضروري لهم والأسرهم يشكو السكان في مناطق سطوة الحوثي من نقص تمويل في مادة الغاز ويركز قادة الميليشيا على عمليات التعبية العسكرية والحجد في القطاعات كفة بمن فيهم الموظفون في شركة الغاز الميليشيا الحوثية وبحسب الإعلام التابعة لها خصصت نحو 55 مليون ريال يمني لتوزيع الآلاف من الصوانات غاز الطهي لقيادتها وأتباعها من مخصصات الزكاة يتهم سكان في صنعاء شركة الغاز الخاضعة للميليشيا بالتسبب في أزمة مفتعلة اذ فرضت بعد ساعات قليلة من العدوان الإسرائيلي على خزانات الوقود في ميناء الحديدة منذ نحو إسبوع تدابير وصفت بغير المسؤولية أدت الاندلاع أزمة في غاز الطهي لمضاعفة معاناة اليمنيين وتستمر الشركة في إصدار بيانات متكررة تؤكد أن الوضع التمويني مستقر وتزعم أن لديها كميات كبيرة من الغاز تكفي لتلبية الاحتياجات بينما يعجز كثير من السكان عن الحصول عليها نظرا لإنعدامها بمحطات البيع وتوفيرها بكثرة وبأسعار مرتفعة في الأسواق السوداء خاصة مع سمرار انتجارات خزانات النفط والغاز في ميناء الحديدة قال مراسلنا إن الثلاثة غيرت لطيران الأمريكي البريطاني استهدفت محيط مطار الحديدة من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانت كون تدمير ست طائرات مسيرة تابعة للميليشيا ودمرت ثلاثة زوارق مسيرة تابعة للحوثي قبلة السواحي اليمانية وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وأوضحت في بيانا أن هذه المسيرات والزوارق كانت تشكل تهديدا وشكا لصفن تجارية في المنطقة قالت وزارة الداخلية في الحكومة الشارعية إن جوازات السفر الصادرة من مصلحة الهجرة والجوازات التابعة للحوثيين غير معتمدة وأكدت في بيانا أن التعميم المتعلق بعدم اعتماد أي جواز سفر صادر من مصلحة الهجرة والجوازات التابعة للحوثيين لا زال ساريا مشيرة إلى أن الجوازات الصادرة من مصلحة الهجرة والجوازات التابعة للحكومة هي المعتمدة للسفر عبر جميع مطارات المحافظات المحررة عبر خبراء اقتصاديون عن أملهم في أن تفضي المفاوضات المرتقبة بين الحكومة الشارعية وميليشيا الحوثي إلى إنهاء كلي لمشكلة الانقسام النقدية وتوحيد العملة الوطنية وكسر الفارقة في أسعار الصرف تمثل العملة أحد أبرزيل موزي الدولة وأداتها نقدية الاقتصادية غير أنها في اليمن تعرضت لحالات من التسطع الناجم عن حرب الممتدة لنحو عشر سنوات فاليمن الذي يعد الريال العملة المعتمدة والمتدورة لديه منذ فجر السادس والعشر من سبتمبر 1962 شهد عدة محطات متقلبة من حيث الشكل والقيمة وعتمدت دورة الوحدة في الثاني والعشر من مايو 1990 الريال يمني في شمال البلاد وجنوبها وتبدأ فئة العملة اليمنية بالريال الوحد فالخمسة ريالات والعشرة والعشرين والخمسين والمئة ريال ثم المائتين فالمائتين والخمسين والخمسمائة ريال وأعلىها ألف ريال يشرف على طباعتها وإدارتها البنك المركزي اليمني في العاصمة صنع مصادر الاقتصادية أكدت أنه منذ أن تم نقل البنك المركزي من صنع إلى عدن أواخل عام 2016 نتيجة السيدرة الحوثية علي ونهب احتياضاته بدأت العملة الوطنية تتجه منحا آخر حيث قامت الحكومة الشرعية بطباعة كتلة نقدية كبيرة من العملة بنفس الشكل والفئات بالإضافة إلى أشكال أخرى قابلها امتناع المليشي الحوثية تدولها في مناطق سيدرتها لتبدأ حالة الانقسام والتشضي النقدي بين صنع وعدن والتي أفرزت واقعا نقديا جديدا للعملة الوطنية بقيمة مختلفة مقابل العملة الأجنبية الأمر الذي أفرز حالة من الحرب النقدية بين الطرفين الصراع منذ ذلك الحين توجه جديد قد يعيد الوضع إلى نصابه طبيعي بإعادة توحيد العملة اليمنية ضمن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة الشرعية ومليشي الحوثي الذي كشف عنه المبعوث الأممية وفق مفاوضات بين الطرفين قد تفضي إلى تحقيق ذلك الهدف المنشود الذي يأمله كل اليمنين المتضررين من فوارق الصرف والانقسام النقدي بين البنكين والذي انعكس سلبا على حياة بشكل مباشر سواء في أسعار السلع الغذائية والخدمات أو الحوالات المالية أو حتى المرتبات المتوقفة والمتقطعة اقتصاديون عبروا عن أمل في أن تفضي تلك المفاوضات إلى إنهاء كلين مشكلة نقسام النقدي وتوحيد العملة وكسر الفارق في أسعار الصرف والعودة إلى بنك مركزي موحد ومستقل بناء على خارطة الطريق المعلنة لتكون معبرة عن اليمن بأكمله دون استثناء في أبا شك أحد التربويين من نهب الحوثيين مستحقاتها المالية يتهز في الوقت الذي ضع فيه نادي المعلمين اليمنيين إلى الضغط على الميليشيا الحوثية لصرف رواتبهم المنهوبة منذ تسعي سنوات بحرقة يشكو التربوي عصام لطف نهب ميليشيا الحوثي حقوقه المتمثلة بالمساعدات التي تأتي للتربويين في محافظة إب من قبل منظمة اليونس في التابعة للأمم المتحدة حتى مرتبي حق الحافس اليوم رح تلعني ما قدت لينه استنقضتها الله ودك له حقي هذه مكتب الزكاة موت سريري موتونة موت سريري ليست إب وحدها فأكل مناطق سطوة الحوثية شاهدة على أبشع أنواع عمليات التدمير الممنهجة للتعليم نادي المعلمين اليمنيين دعا جميع جهات وموظفي وكوادر وزارة التربية والتعليم إلى الضغط على ميليشيا الحوثي من أجل نيل حقوقهم المشروعة من صرف مرتباتهم المنقطعة منذ تسع سنوات وجميع مستحقاتهم المالية مؤكدا في بيان له أن ميليشيا الحوثي تساهم بإغلاق أبواب التعليم في المدارس وتفتح أبواب الجهل والتخلف للطلاب على مصراعيه عشر سنوات بها قضت ميليشيا الحوثي على التعليم والقطاع التربوي في مناطق سيطرتها حيث أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن اليمن تعاني من أسوأ عملية تجريف للتعليم من قبل الميليشيا في سلسلة من الانتهاكات كي يقاف رواتب المعلمين والتربوي وتطيف عقول الطلاب والنشاء وتحويل المدارس إلى متارس للقتال هذا بالإضافة إلى تحريف المناهج الدراسية وحشه المواد بسم الطائفية الزعى في القدس أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد إطلاق النار عليه عند مدخل بلدة العيسوية وزعمت شرطة الاحتلال أن الفلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس وأطلق رصاص عليها ووصفت حالته الصحية بالصعبة مصادر محلية فلسطينية أفادت أن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية بأعداد كبيرة وأغلقت مداخلها وعتدت على الفلسطينيين وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ستة أشخاص أصيبوا جراء الاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال في الضفة أيضا شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مدهمات في مناطق متفرقة تخلى لها اعتقالات وإصابات عديدة في صفوف الفلسطينيين وتركزت المدهمات والاعتقالات في محافظات الكرم القدس رام الله والخليل وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسر والمحررين في بيانا مشترك إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة طالت أربعين فلسطينيين على الأقل من الضفة بينهم أطفال وأسرى سابقون أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 21 طائرة دون طيار أوكرانية معظمها في كارسيك وريازانا وقالت الوزارة في بيانا إن الدفاعات الجوية طردت ودمرت سبع مسيرات في كارسيك وثلاثة في بلغراد ومسيرتين في رستاز وواحدة في كل من بريانسك وليبيت وليبيتسك بالإضافة إلى سبع مسيرات أخرى فوق أراضي مقاطعة ريازانا النشرة لا تزال مستمرة وتتابعون بعض الفاصل أزمة الثلج في وادي حضر موت سباق محموم للحصول على بعض المكعبات في ظل صيف اللهب ولأننا صوت الحقيقة لذا نبحث عنها لنجسدها قولا وعملا ننقل الأحداث ونعالج القضايا الإنسانية نتواجد أينما يكون الإنسان نتطبع إبداعاتهم هذه المشاريع الصغيرة خالدة تسجل بحروف من ذهب نصلط الضوء على القضايا المجتمعية وننقل لكم تفاصيل ما جرى نوافيكم بكل جديد من خط النار من الصفوف الأمامية بقبهة الفاخر نوجده في الميدان وننقله بمصداقية ومهنية نواكب تطورات السياسية الاقتصادية نحقق السبقة والتمييز مهنية سقفها السماء نتواجد الآن بكاميرا اليمن اليوم عبر آخر نقطة يسمع الاحتلال الإسرائيلي بالوصول إليها كشفت المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال عن تسجيل 11 إصابة بشلل الأطفال في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثة الحوثي خلال الأسبوع الماضي وقالت المبادرة في تقريرها الإسبوعي إنه تم الإبلاغ عن 11 حالة إصابة بفايروس شلل الأطفال بواقع أربع حالات في الحديدة وأربع حالات في عمران وحالة واحدة في كل من البيضة وتعز وذمان وكشف تقريره أن يجمالية عدد الحالات المبلغ عنها منذ مطلع العام أنجاري وصل إلى 32 حالة حتى الآن في ودي حضر موت يعاني السكان من تدهور غير مسبوقة في خدمة الكهرباء وصلت إلى أكثر من 18 ساعة للانقطاع في اليوم الواحد مما فاقم من معاناتهم خلال موسم الصيف الحار وأدى إلى أزمة حقيقية في توفر مكعبة الثلج وارتفاع أسعارها بشكل جنوني يزداد الزحام شيئا فشيئا الكثير هنا ينتظرون دورهم للحصول على مكعبة الثلج شربة مياه باردة في ظل ارتفاع درجات حرارة الصيف مبتغل جميع والله بالنسبة للثلج نحن يوميا لنا نصقالب وهذا النصقالب دايز نحن فترة معينة فقط اللي هي وقت الظهيرة مع الغداء إلى العصر يعني هذا يوميا لنا وإذا كان مثلا حد عندنا عمال نزيد الكمية إلى أضعاف التدهور غير المسبوق في خدمة الكهرباء في وادي حضر موت وصل إلى أكثر من ثمانية عشر ساعة في اليوم ما أحدث أزمة في توفر الثلج وارتفاع أسعاره ليضيف عبءا جديدا على حياة السكان في طريق حصولهم على قليل من الثلج لكن من لم يستطيع الحصول عليه اتجهوا إلى برادات الصدقة المنتشرة في الشوارع للضفر بشربة ماء باردة أصبح المواطن في حيرة من أمره يرتاد إلى البرادات الخارجية التي وضعها بعض المتصدقين لتكون متنفس لهم أو تقضي حاجتهم صعبة هذه الأيام يعني مصانع ثلث وابير المعيشة صعبة على المواطن نحن في حضر موت فوقنا الشركات فوقنا النفط فوقنا يعني هو عيشتنا هنا وفي مدينة تعد من أكثر المدن اليمنية الغنية بالثروات بات أهلها يأملون الحصول على أبسط مقاومات الحياة ارتفاع أسعار الثلج معاناة تنظم حديثا إلى قائمة منغيصات المعيشة لسكان هذه المدينة أشرف الصوفي اليمند اليوم حضر موت في لاحظ تتحول المزارع إلى مهرجان لأشجار الليمون المزدهرة في موسم الصيف الزاهي حيث يعمل الفلاحون رجالا ونساء لجني الثمار وتوفيرها للأسواق ومع إنتاجية عالية هذا العام يواجه المزارعون تحضية كبيرة يعتبر موسم الليمون موسم الضروة لمزارع لحجر حيث تكثر الآمال في جني محاصيل وفره ومع ذلك يواجهون تحديات هذا العام نظرا لإنخفاض أسعار الليمون في الأسواق مما يؤثر سلبا على دخلهم ومعيشتهم وهذا ما أكده الحاج يحيى نحن نبدل قهود كبيرة في جراعة الليمون وتربيتها كمان ربيع أولادنا ونبدل كل القهود من أجل أن نحصل على الإنتاج ولما نحصل للإنتاج ما نحصل تسويق للإنتاج في موسم الليم حيث أن حقنا من الليمون تتكدس في الأسواق المدة سبوة بعد سبوعين ثلاثة سابع ولا يندك ثمنها إلا بعد ما تتكلاف نصها ويندك بعد ثمن حق المحصول يعني شيء تعيس جدا تشهد الأسواق تكدسا هائلا من المشتريين الذين يسعون الاستفادة من الأسعار المنخفضة للليمون مما يضع ضغطا كبيرا على التجار والمزارعين على حد سواء عبرت الليم يعني حوالي ممكن فترة الأشهر هذه كامل والليم يا رخصة يعني تشيل السلة بأربع ألف ريال توصل بعدين إلى عشرين ألف ثلاثين ألف يعني الكيلو بألف ريال بثمانمية ريال لو تشوف الطريق على طريق عدد أن تعز يعني لا خط الحبيلين الضالع تحصل الليم من كيلو أو ثنين كيلو أو كيلو وربع بألف ريال وهو من أحسن ومن أقود أنواع الحمضيات التحديات والصعوبات لم تقتصر على السوق بل تواجه أيضا المزارعين نتيجة غياب الدعم الحكومي الملموس الذي يعد أساسيا لدعم الزراعة المحلية وتحفيز الإنتاجية ونجد أن توقع للسوق والسوق قد يكون درابة كيفها رمة يلا يلا حتى منصلي حتى قيمة العمال اللي معانا هذون وعدا نشيل مبرع سيوله حتى نمشي العمل هذا هذا قياب مزارة الزراعة وعدم الترتيب بالكسويق لهذا نقترح أن نتشكل اللي قال من أجل كسويق الليمون على فترة يكون يعني فترة يبتع فيها الليمون يعني على عدة مزارع واليوم مزرعة وبكرة مزرعة وبعض بكرة مزرعة أو ثلاث مزارع خمزارع في هذا بس يكليمون من لحي يكدسوا في السواق وماشي يسحب عليه للأسواق الخارقية وبين الأمل والتحديات يبقى موسم الليمون فرصة للمزارعين في محافظة لحج الذين يعملون بجد لتوفير منتجات عالية الجودة رغم الظروف الصعبة مع هذا الإنتاج العالي لزراعة الليمون نجد أن المزارعين واجهوا تحديات كثيرة في مواجهة التقلبات المناخية والتغيرات السوقية ما زن الشعب اليمن اليوم لحش أفد تقرير للأتحاد الدولي لجماعية صالب اللي والهلال الأحمر أن أكثر من مليون شخص في اليمن لا يزالون عرضة للسيول الجارفة والأمطار الغزيرة في ظل تغيرات مناخية قاسية تضرب البلاد أودت بحياة أكثر من أربعمائة شخص العام الماضي اليمن ثالث دولة بين دول العالم الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية وأقل البلدان في مواجهة الصدمات الناجمة عنها ذاك ما يجعل أكثر من مليون ومائتي ألف شخص في البلاد عرضة للمخاطر الناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة وفق تقارير دولية الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر أفد أن مئة وثمانية عشر ألف أسرة تتألف من أكثر من ثمانمائة ألف شخص تأثروا بالأمطار والسيول الناتجة عنها في واحد وعشرين من أصل 22 محافظة خلال عامي 2022 و23 حيث ألحقت السيول الجارفة أضرارا بالغة بالبنية التحتية العامة والمدنية والتي أثرت على تقديم الخدمات الأساسية لمعظم النازحين باعتبارهم أكثر المتضررين من تقلبات الطاقس لا تنتهي المأساة هنا بل تبدأ فأكثر من أربعمائة شخص في البلاد لقوا مصرعهم جراء الأمطار والسواعق الرعدية والانهيارات الصخرية خلال العام المنصرم الذي كان شاهدا على موسم أمطار غزيرة هدثت فيه مختلف أنواع الكوارث الطبيعية من السواعق الرعدية والانهيارات الأرضية التي تسببت إلى جانب السيول بوفاة نحو 250 شخص موت ومرض وتشرد ثالث تتشكل عبره حياة المتضررين نتيجة هذه التغيرات المناخية والآخرة تبرز جليا فقد تسببت الأمطار الغزيرة بنزوح 23 ألف أسرة مؤلفة من أكثر من 160 ألف شخص للمرة الأولى والثانية وذلك بين يوليو وسبتمبر من عام 2022 مناطق السطوة الحوثية أكثر المناطق تأثرا بتلك المآسي وفق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر مشهرا أن الميليشيا تستغل ذلك في جمع التبرعات والمساعدات لجذب مزيدا من موارد وكالات الإغاذة باسم معاناة اليمنيين في الوقت الذي لا يصل إليهم منها أي شيء ثلاثة أعوام مضت شاهدت فيها أغلب محافظات الوطن مناخ قاس وهطول أمطار غزيرة تسببت بأضرار بالغة في مشاهد العام الجاري موجة حر مصاحبة للموسم المطري فقمت المعاناة خاصة في المدن الساحلية أعلنت السفرة اليمنية في أديسابابا استئنف منح تأشيرات الإلكترونية لليمنيين إلى إثيوبيا ابتداء من الأسبوع الماضي وقالت السفرة إن الموافقة تمت على إعادة منح تأشيرات بكافة أنواعها للموطنين اليمنيين إلكترونيا ابتداء من الرابع والعشرين من يوليو الحالي تعدل نادي الشاطئ بالخوخة مع ضيفه نادي السقرة تعز بهدفين في المباراة التي جمعتهم على ملعب فريق البحر في مدينة الخوخة جنوبي الحديدة وأقيمت المباراة إحياء لذكرى الخمسين لتأسيس نادي الشاطئ على يد المؤسس الفقيد الدفتر عبد الحق جبالي وفي ختم المباراة قدمت السلطة المحلية بالحديدة كأس الذكرى إهداء لضيفه نادي السقرة ووصى حضور جماهري كبير من شجع الرياضاء رفع لاعب اليمن المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية العلمة اليمنية على نهر السينة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس وتسعى مصر للفوز بست ميضاليات في ذات الأولمبياد وثلاث موجهة تنتظر منتخبات كرة القدم العربية في الجولة الثانية من منافسة كرة القدم شارك وفد بلادنا الرياضي في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية عشرين اربعة وعشرين التي تستضيفها عاصمة الأضواء باريس وبمشاركة أربع لعبين في ألعاب الرماية والجود والسباحة وألعاب القوى وحمل راية العلم اليمني في نهر السين بطل ألعاب القوى اللاعب سمير اليوفاعي فيما غابت اللاعب ياسمين الريمي عن المشاركة في الافتتاح بسبب سكنها الذي يبعد عن موقع الحفل بأكثر من مئتين وخمسين كيلو متر قال وزير الرياضة المصري أشرف صبحي أنه من المنتظر أن تحقق البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس عشرين اربعة وعشرين النتائج المرجوة لحصد ما بين ست إلى عشر ميداليات وقال الوزير الصبحي أن البعثة المصرية تلقت الدعم الكامل خلال فترة التحضيرات قبل سفرها إلى باريس ومع بدأ المنافسات ننتظر تحقيق النتائج المرجوة من المشاركين المصريين تشهد دورة لعب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا ثلاث مباريات لمنتخبات عربية هي العراق والمغرب ومصر في الجولة الثانية ويواجه المنتخب العراقي نظيره الأرجنتيني في الجولة الثانية من دول المجموعات للمجموعة الثانية وفي المباراة الثانية يواجه منتخب المغرب أوكرانيا بعد فوز أسود الأطلس على رقصية تانجو في أولى مبارياته بهدف مقابل هدف أما المباراة الثالثة فهي للمنتخب المصري الذي سيواجه أسباكستان ضمن منافسات المجموعة الثالثة في البطولة رغم الأعمال التخريبية التي ضربت شبكة القطارات الفرنسية أبهرت باريس العالم بافتتاح أسطوري لدورة الألعاب الأولمبية 2024 وسط عرض غير مسبوق على نهر السين بمشاركة 6800 رياضي من 205 دول أمام معالم تاريخية في العاصمة الفرنسية وللمرة الأولى في التاريخ أقيم حفل الافتاح خارج الملعب الرئيسي وشاهده 320 ألف متفرج من مدرجات بنيت خصيصا على ضيفة في النهر ونحو 200 ألف من على شروفات المباني المجاورة أصدر منظم الأولمبياد اعتذارا عميقا بعد تقديم الرياضين الكوريين الجنوبين عن طريق الخطأ على أنهم من كوريا الشمالية في حفل الافتتاح في باريس وبينما كان الفريق المتحمس يلوح بالإعلام في نهر السين قدمهم المذيعين الفرنسيون والإنجليز على أنهم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وهو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية ثم تم استخدام الاسم نفسه بشكل صحيح عندما أبحر وفد كوريا الشمالي شكرا للمتابعين شكرا للمتابعين